مرحبا بكم في تتمة درس الأعداد الصحيحة الطبيعية إثنان الجمع والطرح والضرب الآن مع الصفحة الثالثة والعشرون إذن التمرين السادس أضعوا وأنجزوا ما يلي إذن سنبدأ بعملية الجامع إذن لدينا كم؟ لدينا خمسون مليار ومئتان وواحد وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة وواحد وأربعون زائد كم؟ إذا لاحظوا معي إثنان وخمسون مليار زائد إثنان وخمسون مليار ومئة وعشرون مليون ومئتان وعشرة آلاف وستمائة وثمانون إذن واحد زائد صفر تساوي واحد أربع زائد ثمانية تساوي إثنى عشر أكتب إثنان وأحتفظ بواحد ستة زائد ستة إثنى عشر زائد واحد تساوي ثلاثة عشر أكتب ثلاثة وأحتفظ بواحد إثنان زائد صفر تساوي إثنان أربع زائد واحد خمسة أربع زائد إثنان ستة واحد زائد صفر واحد إثنان زائد إثنان أربعة إثنان زائد واحد تساوي ثلاثة صفر زائد إثنان تساوي إثنان خمسة زائد خمسة تساوي عشرة إذن المجموع الذي حصلنا عليه هو مئة ومليار إذن مئة ومليار وثلاثمائة وواحد وأربعون مليونا وستمائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وواحد وعشرون هذا هو المجموع الذي حصلنا عليه ثم هنا لدينا عملية الطرح إذن لدينا سبعة وثمانون مليارا وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة ناقص ثلاثة ملايير ومئتان واربعة وخمسون مليونا وستمائة واثنان وخمسون ألفا ومئة وثمانية إذن صفر ناقص ثمانية لا يمكن أستلف العشر وأرد السلف عشر ناقص ثمانية اثنان صفر ناقص واحد لا يمكن أستلف العشر وأرد السلف عشر ناقص واحد تساوي تسعة ثلاثة ناقص اثنان تساوي واحد 1-2 لا يمكن استلف العشرة وأرد السلف 11-2 9 6-60 7-6 تساوي 1 5-41 4-5 لا يمكن استلف العشرة وأرد السلف 14-5 تساوي 9 3-30 7-34 8-لا شيء تساوي 8 إذن الفرق الذي حصلنا عليه هو 84 مليار 91 مليون 109 ألاف 192 ثم هنا لدينا عملية الضرب إذن لدينا مليون و 345 ألفا و 825 مضروبة في 304 إذن 4 في 5 تساوي 20 أكتب الصفر وأحتفظ بـ 2 4 في 2 8 زائد 2 تساوي 10 أكتب الصفر وأحتفظ بـ 1 4 في 8 32 زائد 1 تساوي 3 و 30 أكتب 3 وأحتفظ بـ 3 4 في 25 زائد 3 تساوي 23 أكتب 3 وأحتفظ بـ 2 4 في 4 16 زائد 2 تساوي 18 أكتب 8 وأحتفظ بـ 1 4 في 3 12 زائد 1 تساوي 13 أكتب 3 وأحتفظ بـ 1 4 في 1 4 زائد 1 5 ثم نضع نقطة نضرب العشرات إذن لدينا صفر صفر ثم صفر صفر في 4 صفر صفر في 3 صفر صفر في 1 صفر ثم نضرب المئات 3 في 5 15 أكتب 5 وأحتفظ بـ 1 3 في 2 6 زائد 1 7 3 في 8 24 أكتب 4 وأحتفظ بـ 2 3 في 5 15 زائد 2 تساوي 17 أكتب 7 وأحتفظ بـ 1 3 في 4 12 زائد 1 13 أكتب 3 وأحتفظ بـ 1 3 في 3 9 زائد 1 10 أكتب 0 وأحتفظ بـ 1 3 في 1 3 زائد 1 4 ثم نجمع إذن لدينا صفر صفر 3 زائد 5 8 3 زائد 7 تساوي 10 أكتب 0 وأحتفظ بـ 1 1 زائد 8 9 زائد 3 زائد 4 13 أكتب 3 وأحتفظ بـ 1 1 زائد 3 4 زائد 7 11 أكتب 1 وأحتفظ بـ 1 1 زائد 5 6 زائد 3 9 ثم 0 زائد 0 4 زائد لا شيء 4 إذن الجداء الذي حصلنا عليه هو 409 ملايين و130 800 ثم أخيراً لدينا هذا الجداء إذن هذا الجداء من السهل حسابه إذن فقط عنا 99 نكتب 99 هنا ونضيف إليها كم من صفر 3 3 3 6 2 8 إذن سنضيف لها 8 أصفر إذن سنحصل على كم؟ على 9 ملايين و900 مليون نمر إلى التمرين السابع أحدد الأرقام الناقصة في العمليات التالية إذن هنا نبدأ بعملية الجمع إذن لدينا 7 زائد 2 تساوي 9 سنضيف لها رقم سنحصل على 17 إذن سنضيف 8 ونضع 7 نحتفظ ب1 إذن 1 زائد 3 4 زائد 4 تساوي 8 إذن سنضيف لها الشرقم باشغلقوا 16 إذن سنضيف لها 8 إذن تساوي 16 أكتبوا 6 ونحتفظوا بالواحد 1 زائد 5 6 زائد 3 9 إذن هنا خصمنا نصل إلى 15 بس نصل إلى 15 9 نضيف لها 6 أو أفن 6 إذن سنضيف 6 إذن 6 زائد 6 12 زائد 3 15 أكتبوا 5 وأحتفظوا بواحد 1 زائد 4 5 زائد 5 10 10 إحنا باش نصل إلى 14 سنضيف لها 4 إذن 14 أكتبوا 4 وأحتفظوا بواحد أو عفوا نعم أحتفظوا بواحد 1 غنزيدوا عليه شي حاجة غلقوا 3 غنزيدوا عليه 2 هنا ثم العملية الثانية أيضا عملية الجمع إذن 1 زائد كم سنحصل على 4 زائد 3 سنحصل على 4 ثم 4 زائد 7 تساوي 11 أكتبوا 1 وأحتفظوا بواحد 1 زائد 2 ثلاثة إذن غنضيفوا لها 3 باش نصلوا إلى 6 ثم هنا 5 سنضيفوا لها 6 5 زائد 6 11 أكتبوا 1 وأحتفظوا بواحد ثم 1 زائد 3 أربعة غنضيفوا لها 4 باش نحصلوا على 8 ثم هنا إذن 6 كم سنضيفوا لها لكي نحصل على 15 سنضيف 9 إذن 9 زائد 6 تساوي 15 أكتبوا 5 وأحتفظوا بواحد 1 زائد 7 ثمانية إذن شحل غنضيفوا لها باش نلقوا 13 سنضيف 5 ثمانية زائد 5 13 أكتبوا 3 وأحتفظوا بواحد 1 زائد 1 2 زائد 3 تساوي 5 ثلاثة كم سنضيف لها لنحصل على 3 سنضيف 0 ثم 2 زائد 4 تساوي 6 بعدها سننجيز عمليات الطرح إذن نبدأ بهذه العملية إذن 7 ناقص 4 تساوي 3 6 إذن 6 ناقص رقم سنحصل على 9 إذن هنا غنديره 6 ناقص إذن هنا غنديره 7 وغنقول 6 ناقص 7 لا يمكن غنستلفوا العشرة وردوا السلف غنقول 16 ناقص 7 تساوي 9 ثم 5 ناقص 4 تساوي 1 هنا هنا غتكون عندنا 5 إذن شي عدد غن ناقصه منه 6 وغلقوا 5 إذن غنديره 1 هنا وغنقوله 1 ناقص 6 لا يمكن أستلفوا العشرة وأردوا السلف غنقوله 11 ناقص 6 تساوي 5 2 ناقص 1 تساوي 1 ثم هنا أيضا إذن 9 ناقص رقم غنحصله على 9 غنكون 0 ثم هنا ثلاثة ناقص رقم غنحصله على 6 إذن هذا الرقم سيكون طبعا هو تسعة نعم تسعة وغنقوله 3 ناقص 9 لا يمكن أستلفوا العشرة وأردوا السلف 13 ناقص أو عفوا عفوا هنا غنكون 7 7 وليس 9 يعني هنا غنكون 7 غنقوله 13 ناقص 7 تساوي 6 وثمانية ناقص 1 المهم الثمانية غننقص منها شرقم وغنحصله على ثلاثة مع العلم أن هنا واحد دير الاحتفاظ إذن غنديره ثمانية ناقص 4 والوحد الاحتفاظ هو 5 ثمانية ناقص 5 تساوي 3 ثم هنا 5 ناقص واحد العدد واحد الرقم غنلقا 6 إذن هذا الرقم اللي غنديره هنا سيكون هو 9 غنقوله 5 ناقص 9 لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف 15 ناقص 9 تساوي 6 ثم هنا 6 ناقص ناقص واحد حيث عنا واحد أو عفوا ناقص ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة وعندنا واحد دين الاحتفاظ هي 6 ناقص 4 تساوي 2 العملية الأخيرة إذن هنا عدد غنلقص منه 7 غنلقاو 7 إذن غيكون هو 4 غنقوله 4 ناقص 7 لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف 14 ناقص 7 تساوي 7 ثم هنا عندي واحد هنا واحد لا رقم غنلقص منه واحد وغلق صفر غيكون هنا هو واحد إذن واحد ناقص واحد تساوي صفر ثم هنا رقم غنلقص منه 2 غلق 2 غيكون هو 4 إذن 4 ناقص 2 تساوي 2 ثم هنا رقم سننقص منه 6 سنحصل على 6 إذن هذا الرقم طبعا غيكون هو 2 ونقوله 2 ناقص 6 لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف 12 ناقص 6 تساوي 6 ثم هنا عندي 4 وهنا 3 إذن سبعة ناقص 4 تساوي 3 ننتقل إلى عمليات الضرب إذن هنا 7 في 4 تساوي 28 أكتب 8 وأحتفظ ب2 7 في 1 7 زائد 2 تساوي 9 إذن هنا 7 سنضرب ها في شرقم غلق عدد 1 6 إذن ستكون 8 لماذا؟ لأن 7 في 8 تساوي 56 أكتب 6 وأحتفظ ب5 7 في 4 28 زائد 5 تساوي 3 و30 أو عفو نعم نعم 3 و30 نعم ثم هنا عدد رقم سنضربه في 4 ويعطينا الشرق عدد وحدات 8 إذن ممكن يكون 2 2 في 4 8 وممكن يكون 7 7 في 4 تساوي 28 و20 ولكن نعم 2 لماذا؟ 2 2 4 تساوي 8 2 1 2 2 8 16 أكتب 6 وأحتفظ ب1 2 4 8 زائد 1 9 ثم سنجمع إذن لدينا 8 9 زائد 8 7 17 أكتب 7 وأحتفظ ب1 1 زائد 6 7 زائد 2 تساوي 9 3 زائد 6 9 3 زائد 9 12 ثم هذه العملية إذن 4 سنضربها في كم إذن 4 في 2 غلق 8 إذن 4 في 7 غلق 28 8 إذن ندر هنا 7 إذن 4 في 7 28 أكتب 8 وأحتفظ ب2 4 في 8 32 زائد 2 34 أكتب 4 وأحتفظ ب3 4 4 3 12 زائد 3 تساوي 15 ثم هنا إذن رقم سنضربه 7 يعطي عدد رقم واحداته 2 إذن ما يمكن يكون إذن 6 نعم 6 في 7 42 أكتب 2 وأحتفظ ب4 6 6 8 48 زائد 2 52 أكتب 2 وأحتفظ ب5 6 في 3 18 زائد 5 إذن 18 زائد 5 تساوي 23 ثم نجمع إذن لدينا 8 4 زائد 2 6 5 زائد 2 7 1 زائد 3 4 2 زائد 2 ننتقل إلى التمرين الثامن أحسب الجداءات التالية دون وضع العمليات إذن هنا هنحسب ما نوضع العمليات إذن مثلا عندنا 20 في 50 في 1000 إذن هن هندير غير 2 5 تساوي 10 ونضيف كما لدينا من صفر 1 2 3 4 5 سنضيف 5 أصفار إذن تساوي كم تساوي مليون ثم هنا 500 في 12 في 10 آلاث إذن هنا أيضا نضرب 5 في 12 تساوي 60 ونضيف كم من صفر 1 2 3 4 5 6 إذن سنضيف 6 أصفار هكذا سنحصل على 60 مليون ثم هنا لدينا 600 في 10 في 700 إذن هن هنضرب 6 في 7 6 في 7 تساوي 42 و 40 ونضيف الأصفار كم من صفر سنضيف 1 2 3 4 5 5 إذن سنضيف 5 أصفار هكذا ثم هنا لدينا 15 في 150 في 100 في 600 إذن 15 سنضرب ها في 6 إذن 15 في 6 كم تساوي إذن 63 90 إذن تساوي 90 وبعدها سنضيف كم من صفر 1 2 3 4 5 إذن 1 2 3 4 5 سنضيف 5 أصفار إذن تساوي 9 ملايين ثم هنا لدينا 2500 في 400 في 100 إذن هنا نضرب 25 في 4 25 في 4 كم تساوي تساوي 100 ثم سنضيف كم من صفر 1 2 3 4 5 6 ثم سنضيف 6 أصفار وسنحصل على 100 مليون التمرين التاسع أستعين بالجداء إذن الجداء الذي سنستعين به هو ضرب 108 في 12 تساوي 126 لحساب الجداءات التالية إذن أنطلق دائما من هذا 1296 أو من هذا الجداء ككل إذن لدينا ألف 1080 إذن 1080 مضروبة في 240 كم تساوي إذن هنا لاحظوا لدينا 1080 إذن 108 زدنا هنا 1 0 12 ضربناها في 2 وزدنا صفر آخر بمعنى باش ننطلق منها خصنا ننجزها دون استخدام عملية الضرب الاعتيادية كيف ذلك أولا سنضرب 108 في 12 فهي تسوي 1296 1296 سنضربها في 2 حيث هنا عندنا 24 وسنضيف صفرين سنضيف صفرين للعدد المحصل عليه إذن سننجز العملية إذن سنضرب فقط 1296 سنضرب ها في 2 حيث هنا عندنا 24 ونضيف أربعة دي الأصفار إذن 2 في 6 12 أكتب 2 وأحتفظ ب 1 18 زائد 1 19 4 2 إذن هذا وسنضيف قلنا صفرين سنحصل على كم سنحصل على 249 12 و 200 ثم ثم لدينا 108 مضرب في 24 إذن هنا سننطلق من هذا الجدء الذي حصلنا عليه 2400 إذن 2400 وسنضيف لها أيضا صفرين إذن 108 مضرب في 2400 إذن 2492 سنضيف لها صفرين حيث هنا صفرين سنحصل على 249 و 200 إذن إلا لاحظنا هنا يمزيان المقارنة ما بين هذا الجدء وهذا الجدء هذا الصفر حيدناه من هنا ورضيناه هنا حيدناه من هنا ورضيناه هنا كانت 240 أصبحت 2400 ثم لاحظوا معي هنا لدينا 10800 مضربة في 24 إذن هنا حيدنا هذه الصفرين حيدناهم من هنا وجبناهم من هنا إذن سنحصل على نفس الجداء 249 200 ثم هنا نفس الشيء ستقرر حتى هنا في هذه الحالة ذي الباء إذن عدنا 1080 مضربة في 36 إذن 1080 مضربة في 36 وهنا سنطلق أيضا من هذا الجداء إذن 108 مضربة في 12 قلنا تعطينا 1296 في 12 هنا ضربنا ها 36 بمعنى سنكررها ثلاث مرات أي سنضربها في ثلاثة إذن 1296 سنضربها في ثلاثة إذن 3 في 6 18 ثلاثة في 9 27 زائد 1 28 3 في 2 6 زائد 2 8 3 1 3 إذن حصلنا لهذا 3880 و سنضيف لها هنا سنضيف 0 1 هنا لدينا غير 0 1 فقط ثم الجداء الثاني لدينا 1080 مضروب في 3600 إذن هنا شنو اللي تزاد هات الصفرين إذن إذن إحنا غنزيد صفرين إذن غنكتب الجداء هو هذا ونضيف صفرين هكذا غنحصل على 388 ألفا ثم 10800 في 360 إذن هنا صفر نقصناه من هنا وجبناه لهنا بقيت هنا 360 هي هذه وهذا الصفر هنا كانت 1080 ورجعت 1080 إذن حتى هنا غنلقوا نفس الجداء السابق 3 888 ألف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر